أونروا تستهدف ثالثاً كجزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه وهدم أركان ومقومات الدولة الفلسطينية في ظل هذه الظروف فإن المجموعة الدولية مطالبة بالرد بموقف جريء وشجاع لحماية وكالة الأونروا وتسهيل استمرارية عنشطاتها الحيوية لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الغربة والشتات وهو الموقف الذي يجب أن يكفل تعزيز الوضع القانوني لهذه الوكالة وأن يقطع دابر مسائل إسرائيلية الرامية إلى نقل مهمها إلى منظمات وهيئات بديلة فضلا عن حتمية إقرار آليات تضمن تمويل كافي ودائم ومستدام لأنشطتها عبر إدراجها ضمن ميزانية منظمتنا الأممية ومن جانبها وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فإن الجزائر تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح أنروا وهي المساهمة الاستثنائية التي تضاف إلى ما سبق وأنبادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية فيما نعتبره واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية اشتركوا في القناة